السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا سنة سبتة عاملين ايه وحشتوني? يلا بينا نكمل سلسلة المراجعات بتاعتنا اللي هدخلين ان شاء الله اقوياء جدا في مادة الرياضة وممتازين. يلا بينا كده ندخل سريعا في اول جزء معنا. ومعنا هنا بنقول الدرب في عدد مكون من رقمين. الدرب في عدد مكون من رقمين. هناخد عدد نضربه في عدد مكون من رقمين ونشوف الطريقة بتاعتنا دلوقتي. بيقول هنا الفين مية اربعة وخمسين في ستة وتلاتين. عشان نعرف نضرب بصورة صحيحة لازم نحولها من الطريقة الافقية للطريقة الرأسية. من الطريقة الافقية للطريقة الرأسية. طيب تعالي يمس وريني كده هننقلها ازاي? اول حال يا سنة سبتة هناخد كده العدد اللي عندي ده. اللي هو الفين مية اربعة وخمسين. وهقول في ستة وتلاتين. بالصورة دي. يلا بينا واحدة واحدة كده ونشوف هنضرب ازاي. عندنا هنا سنة سبتة اول حاجة هنعملها هنبدأ من عند الستة وتلاتين اللي تحت دي. الستة اللي هي الاحاد هنبدأ منين? من الاحاد. هنمسك الاحاد دي مرة نضربها في الاربعة ومرة نضربها في الخمسة ومرة نضربها في الواحد ومرة نضربها في الاتنين. طيب يلا بينا معينا هنا الاول ستة في اربعة ستة في اربعة بكام? ستة في اربعة باربعة وعشرين. طبعا زي ما احنا عارفين مش هنفعل نحط الاربعة وعشرين كلها. هنحط الاربعة ونخلي معانا الاتنين. طيب. ستة في خمسة. ستة في خمسة بتلاتين. ما ننساش بقى ساعة هنربع عليها الايه? الاتنين. تلاتين واتنين يبقى تنين وتلاتين. يبقى نحط الاتنين ونخلي معانا التلاتة. ستة في واحد بستة ومعانا تلاتة تبقى جام تبقى تسعة. ستة في اتنين باتناشر. نحط دلوقتي بقى الاتناشر كلها. علشان احنا خلاص وصلنا لاخر عدد. تاني خطوة بقى يا ميس تاني خطوة دي بقى مهمة جدا وفيها نقطة مهمة قوي. ايه هي سانستة? ان احنا هنا هنحجز خانة الاحات بصفر. لازم نحطه صفر هنا في البداية. طيب ليه يا ميس تاني? احنا هنبدأ نروح نضرب العشرات. وخانة العشرات دي اصلا بيبقى اساسها بيبقى فيها صفر. فما يفعش ان احنا نروح نضربها تيد على طول. فبالتالي هنمسك هنا التلاتة ونحط هنا تلاتة في اربعة. تلاتة في اربعة بقيام باتناشر. اتنين ومعانا الواحد. طيب تلاتة في خمسة. تلاتة في خمسة بخمستاشر. ومعانا واحد هيبقى ستاشر. ستة ومعانا برضو الواحد. تلاتة في واحد بتلاتة. تلاتة وواحد يبقى اربعة. ومعانا هنا تلاتة في اتنين بستة. تمام كده? طيب الرقمين اللي انهم طلعتوهم دول هعمل فيهم ايه? هجمعهم مع بعض. هنجمعهم مع بعض. يلا بينا اربعة وصفر هيلا اربعة اتنين واتنين اربعة تسعة وستة خمستاشر خمسة ومعانا الواحد وطبعا معانا الفصلة بتاعتنا واحد واتنين تلاتة تلاتة واربعة سبعة واحد وستة سبعة. يبقى الناتج عندنا سبعة وسبعين الف خمسمية اربعة واربعين. حلوة قوي? تمام بسانسة طيب. تعالوا بقى نطبق على المسألة التانية دي بنفس الطريقة برضو عشان نتأكد ان احنا فهمناها بصورة كويسة. طيب يلا بينا معانا هنا الرقم بتاني بيقول لنا تلاتةemitين خمسة واربعين في اربعة وعشرين. فهنبدأ يا برضو نحط الرقم بتاعنا تلاتة متين خمسة واربعين في اربعة وعشرين. يلا بينا علسة سبتة. قلنا هنا هنبدأ بمين? بالاحادي اللي عندنا لا يلا اربعة لازم نطلبها في العدد ده كله. تمام كده? طيب اربعة في خمسة بعشرين. اربعة في خمسة بالقيام بعشرين. سفره معانا الاتنين. اربعة في اربعة ستاشر. ستاشر ومعانا اتنين يبقى كيام تمنتاشر. يبقى تمانية ومعانا الواحد. اربعة في اتنين بتمانية. تمانية ومعانا واحد يبقى كيام? يبقى تسعة. اربعة في تلاتة بتماشر ما فيش اي عدد تاني وبنحط الاتناشر ايه? على بعضها. وانطبع ما ننساش الفصلة بتاعتنا. زي ما اتفقنا ما ننساش لما نريد نضرب عدد العشرات ان انا لازم احجز هنا الخانة باي? بصفر شبطار قوي. معانا هنا اتنين في خمسة بعشرة. صفر ومعانا الواحد. اتنين في اربعة بتمانية. تمانية ومعانا واحد يبقى تسعة. اتنين في اتنين باربعة. اتنين في تلاتة بستة. وننساش برضو الفصلة بتاعتنا ونلومعهم مع بعض. يلا بينا صفر وصفر هيها الصفر. تمانية وصفر هيها التمانية. تسعة وتسعة تمنتاشر. تمانية ومعانا الواحد. وننساش الفصلة. واحد واتنين تلاتة. تلاتة واربعة سبعة. واحد وستة سبعة. الناتج هنا طالع ايه? طالع سبعة وسبعين الف تمنمية وتمانين. شطار اوي سنستة. كده فهمنا. الضرب في عدد مقاوم من ايه? من رقمين. زي ما قلنا. بناخد الرقمين دون. بنبدأ نضرب رقم الاحد بتاعه في الرقم كله. وتاني خطوة. بنحط الصفر بنحجز الصفر في خانة الاحد. وبعدين بنمسك تاني رقم اللي هو في خانة العشرات. نضربه فيه كله ونبدأ نجمع الرقمين مع بعض. طيب تعالوا ننتقل مع بعض على جزء تاني وهو اسمه الضرب في قوة العدد عشرة. يعني ايه يميس الضرب في قوة العدد عشرة? يعني لما اعوذ اضرب في عشرة او مية او الف. بنعمل ايه في الحالة دي يا تي حبايبي? ركزوا بقى معي في النقطة دي. لما بجي اضرب في عشرة او مية او الف بنحرق العلامة العشرية. بنحرق العلامة الايه? العشرية. طب بنحرقها نحيط فين يميس بنحرقها نحيط اليمين. نحيط الايه? اليمين. حسب عدد الاصفار في العامل. يعني ايه يميس حسب عدد الاصفار في العامل? يعني هيفرق معانا لو انا عايزة اضرب في عشرة في الحالة دي هحرق العلامة خانة واحدة بس. طب لو عايزة اضرب في مية هحرق الخانة مرتين. لو عايزة اضرب في الف هحرق الخانة تلت مرات. طب فاهمينا كده يميس فين اليمين والشمال اللي انتي بتقولي عليهم. ركزوا معايا كده. النقطة دي هي العلامة. فبيقول لي هنا لما قلنا لما نضرب عشر او مية والف لازم بنتحرك من راحية مين? اليمين. اليمين اهي? يسنة ستة. كده. تمام? طيب. يبقى احنا عندنا هنا العلامة دي هتتحرك كده. تتحرك كده كان خانة بناء على ايه? على عدد الاصفار اللي عندي هنا. عندي هنا صفرين يبقى الايه? يبقى الخانة هتتحرك العلامة هتمشي مرتين. تمام كده? يبقى احنا عندنا هنا اول حاجة نحط هنا رقم بتاعنا? الرقم ده اسمه سبعة وربعين وتلاتة وستين من مية في مية. في مية يعني احنا نمشي العلامة مرتين. ادي واحد اتنين خلاص? لما نقول هنا واحد اتنين ونحط العلامة هي كده العلامة واقعت. لان احنا راعدها لو حطنا نصفة خلاص الكل ده عدد صحيح. فسواء حطينا العلامة او سواء محطناش خلاص هي واقعت. تمام كده? يبقى احنا عندنا هنا هنحط الستة والتلاتة بتاعتنا ما ننساش ان احنا نحط لايه? الفصلة. نخلي بقى لنا ان دي فصلة مش علامة. الناتل كده طلع اربعة تلاف سبعمية تلاتة وستين. لان العلامة ماشي كده مرتين ووقعت خلاص مننا. طيب يا سنسات تعلموا شوف اللي بعدها. الرقم اللي بعده بيقول لي خمسة وعشرين وسبعة وستين من مية في عشرة. عندي هنا برضه قلنا ان احنا هنمشي نحيطين مين? طيب ديف عشرة هنمشي كن خانة. يبقى احنا هنمشي خانة واحدة بس. يعني العلامة هتنتقل من هنا لهنا. طيب ننقل بقى كده الرقم بتاعنا. هيبقى بالصورة دي وزي ما قلنا بدل ما العلامة هنا هتبقى هنا اهو. كده يبقى دي اسمها ايه? متين ستة وخمسين وسبعة من عشرة. متين ستة وخمسين وايه? وسبعة من عشرة. تمام كده? طيب. نشوف برضو اللي بعدها بيقول لي هنا ستة وتلاتين وربعمية ستة وخمسين من الف. عايزني اضربها في الف. طيب ما نضربها في الف. يبقى احنا هنتحرر كنخانة هنتحرر تلات خنات. نحية ايه? نحية اليمين. حلوة اوي. عندي العلامة هنا. لما العلامة تمشي واحد اتنين تلاتة ايه اللي هيحصل لها يا سنة ستة? هتقع مننا خلاص ومش هتبقى موجودة. فبالتالي نحط الرقم بتاعنا عادي خالص اهو. بالصورة دي كده. وطبعا بعد ايه? بعد تلاتة اربعة من اليمين نحط الفصلة بتاعتنا. الناتج لنا نطلع لي ستة وتلاتين الف ربعمية ستة وخمسين. حلوة اوي. طيب يلا بينا. ننطفل لجزء اخر برضو. وبدل ما احنا دلوقتي هنضرب بقى في عشرة ومية والف. تعالوا بقى نتعلم ازاي نقسم بقى على عشرة ومية والف. تمام كده? فبيقوليني هناك الكسمة على قوة العدد عشرة ومية والف. طب الاختلاف ايه بقى يوميس ما بين الاسمة وما بين الضرب. بصوا يسنة ستة. احنا في الضرب كنا بنحرق العلامة برضو على حسب عدد الاصفار بس كنا بنحرقها نحية اليمين. الفرق هي ان ان احنا في الاسمة هنحرق برضو العلامة بس نحية الايه? نحية اليسار يعني نحية الشمال. يعني بدل ما كنا بنمشي كده لأ احنا المرة دي هنحرق العلامة الناحية دي. تمام كده يا سن ستة? طيب. بيقول لي هنا ستة وخمسين وترات اشر من مية على عشرة. على عشرة. اول ما يقول لي على اول ما يقول لي على واسمة نعرف ان احنا هنمشي نحية الشمال. فالعلامة بدل ما هكون هنا? هتبقى فين? هتبقى هنا? تمام كده? لان احنا دي عشرة فهنمشي ايه? هنحرك العلامة خنا واحدة بس. هنحط هنا الخمسة وما ننساش بقى نحط العلامة بتاعتنا اللي احنا قلنا هنمشيها. وبعد كده بقى ايه رقم? يبقى عندنا هنا النتج طلع ايه? طلع خمسة ستمية وتلاتاشر من الف. حلوة وممتازين. تعالوا نشوف اللي بعدها. بيقول لي هنا ربعمية تنين وتلاتين وسبعة وتلاتين من مية. عايزني نقسمها على كام? على مية. على يا مية. على هنمشي ايه? شمال. طيب مية. يبقى هنتحرر خنتين. يبقى بدل ما العلامة هنا هنعد واحد اتنين ونحط العلامة هنا. يبقى احنا عندنا هنا رقضة الاربعة وهنحط العلامة وبعدنا التلاتة والاتنين والتلاتة والسبعة. طيب كده الناتج ايه? كده ان تقتلع اربعة وتلات تلاف متين سبعة وتلاتين بزء من عشر الاف. تمام? طيب السؤال اللي بعده بيقول لي خمس تلاف ستمية تلاتين واربعة من عشرة. عايزني نقسمها على ايه? عايزني نقسمها على الف. عايزني نقسمها على الف. حلو او يقولنا اسمها. يبقى احنا هنمشي شمال. قلنا الف. يبقى احنا هنحرق الخانة كم رقم او كم اه خانة تلاتة. يبقى احنا عندنا العلامة هنا هي هنعد واحد اتنين تلاتة. وهنحط العلامة بتاعتنا هنا. طيب يبقى هنحط هنا قلنا الخمسة. ونحط العلامة بتاعتنا. اللي احنا حددنا مكانها قبل ما نكتب الاجيالة وده الافضل ان احنا نحدد مكان العلامة قبل ما تروح تكتب الناتج عشان ما انت تتلخبطش. تمام كده? فنحط دلوقتي الستة والتلاتة والاتنين والاربعة. طيب دلوقتي الناتج بقى طلع ايه يا ميس? طلع خمسة وستلاف تلتمية اربعة وعشرين جزء من عشر ايه? من عشرة الاف. وبكده سنسبتا كن احنا خلصنا مراجعاتنا النهاردة على خير. واستنوني في المراجعات القادمة ان شاء الله عشان نكون شطر جدا في المنهار الجديد بازن الله. كانت معكم ميس هدير بهنسي من قناة بديل الدرس.